ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهيا بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم ودائما أصحابكم معي في برنامجكم في أولى حلقاتي استجيبا لهم نحن نعلم أن الدعاء هو زاد المسلم وكل مسلم مطالب أن يدعو إلى الله تعالى وأن يتقرب إلى الله تعالى بالدعاء لتفريج هم أو كرب أو ما شاء من مطالبه ومن دعواته والله تعالى يقول بأنه قريب يجيب دعوة الداعي فبالتالي أنت عليك الدعاء وعلى الله الاستجابة ولكن هناك ظروف يستجيب الله لك للإنسان إذا دعاه في هذه الظروف فمن هذه الظروف دعوة النادم الأواب أو الذي تاب بصدق وعاد إلى الله وعندما تكون الدعوة يرافقها الندم وأن تكون خالصا من القلب فيعود إلى الله تعالى فيستجيب الله له وهذه الصفة لكل إنسان اقترف خطأ أو أتى معصية ثم تاب بصدق إلى الله تعالى وعزم أن يعود هذه المأصية فحقا على الله أن يستجيب له ومن هؤلاء الذين استجاب الله لهم من هؤلاء البشر آدم عليه السلام نحن نعلم أن الله تعالى خلق آدم يوم الجمعة ودعا وطلب من الملائكة أن يسجدوا لآدم جميعا وسجدوا جميعا إلا إبليس طبعا إبليس كان في نوع من الغرور والاستكبار أن يسجد لآدم عليه السلام من باب التفضيل يعني كيف أسجد لبشر خلقته من طين وأنا خلقتني من نار على أساس أن مادة الخلق إبليس مكرمة وأرفع شأن من الطين هكذا كان في نظر إبليس لكن الله تعالى خلق آدم وعلمه الأسماء لحكمة في نفسه وعندما استوحش آدم في الجنة خلق له من ضلعه زوجه آدم زوجته حواء عليهم السلام وعاش في الجنة معا وقد أعطاهم الله من الخير وطلب منهم إلا يقرب شجرة فقط يعني بمعنى آخر أن كل ما في الجنة مباح لكم لكن هذه الشجرة لا تقربوا منها أو لا تقرب لها لكن إبليس الذي كانت في نفسه شيء من الغرور شيء من الحسد شيء من محاولة الإقاع وتدليس الأمور على آدم عليه السلام بقي يدور حول آدم ويحاول أن يغري آدم وأن يغريه بالمعصية فقال له لماذا نهاك الله عن هذه الشجرة يا آدم حتى لا تكون خالدا أو لا تكون من الخالدين وبالفعل بقي يزين لآدم هذه الشجرة ويزين هذه المعصية أو مخالفة أوامر الله لآدم عليه السلام حتى ارتكب هذه الخطيئة وقام بالفعل بالأكل من هذه الشجرة هو زوجه حواء وسقطت يعني وطفق يخصفان من أوراق الشجرة على العورات فما بعدما أن سقطت يعني الألبسة وتجرد من الألبسة فطفق يخصفان من أوراق الشجرة حتى يستروا هذه العورات ولكن فيما بعد هبطوا إلى الأرض فيما بعد كان العقاب أن هبط من الجنة إلى الأرض وبقي آدم يدعو الله ويتقرب إلى الله حتى يتوب عليه لأنه خالف أوامر الله وأكل من تلك الشجرة ومنذ ذلك الوقت بقي إبليس إلى يومنا هذا حتى إلى يوم يبعثون هو حقيقة عدو للإنسان وللبشر منذ أن خلق الله آدم فبالفعل فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه فيما بعد وعندما عاد بقلب صادق وعزم أن لا يعود إلى مثل هذه المعصية تاب الله عليه وتلقى من آدم كما جاء في القرآن الكريم فتلقى من ربي كلمات فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم وهذه تعد هذه القصة هي توبة لكل من يقترف معصية فبالتالي نحن نقول هنا بالصفة أن كل من يقترف خطيئة أو معصية ثم يتوب إلى الله ويقوب إلى الله صادقا بقلبه حق على الله أن يستجيب له فإن أغرقتكم المعاصي أو أغرقتكم الذنوب توبوا واندموا وعودوا الله فسوف يستجيبوا الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة